شركات الأموال ثلاثة يا جماعة شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة النهاردة بقى حنتكلم عن شركة المساهمة شركة المساهمة هي شركة تهدف إلى الربح تم تكوينها حسب القانون برأس مال مقصم إلى أجزاء متساوية بيسمى كل جزء منها باسم السهم شركة المساهمة بيكونها في الأساس شركاء مؤسسين اللي هم أول ناس جات لهم فكرة الشركة وعايزين يكونوها كل قانون من القوانين العربية بيقول بعدد معين من الشركاء المؤسسين تتكون بهم شركات المساهمة في السعودية على سبيل المثال 7 وفي المغرب وخطر 5 وفي مصر 3 والشركاء المؤسسين دول لازم يتسموا بحسن السير والسلوك وإلا يكونوا من المغضفين العموميين طيب الشركاء المساهمين اتفقوا على تكوين الشركة كل واحد فيهم بيساهم بحصته لتكوين راس المال بعد كده بيتم تقسيم راس المال إلى أسهم بحيث يتم بيع تلك الأسهم لحملة الأسهم اللي هم شركاءهم الجدد في الشركة وعادة ما بتتكون شركات المساهمة وفقا لنمازج معينة معدة مسبخا بتحددها كل دولة على حدة ولا يترك الاتفاق الخاص بإنشاءها للأفراد وده نظرا للخطورة الاقتصادية المترطبة على هذه الشركات لكن في بعض الدول بتكون الوثيقة الأساسية المكونة لشركة المساهمة هو عقد عادي بين الشركاء المؤسسين يذكر فيه بعض البيانات الأساسية من مثل عنوان المقر وأسماء المؤسسين وقيمة راس المال وكيفية تقسيم إلى أسهم ونشاط الشركة والغرض منها وطبعا شركات المساهمة بتقوم على الاعتبار المالي وليس الشخصي لأنها شركة من شركات الأموال وليست شركة من شركات الأشخاص ومعنى ده أنه مش مهم مين بيدرها ومين الشركة فيها المهم ووضعها المالي في السوق كمان لو حد من الشركة فلس أو توفى لا تنتهي الشركة لكنها تستمر ببقية الشركاء تتسم شركة المساهمة بالمرونة الشديدة في تداول الحصص لأن الحصص فيها بتكون عبارة عن أسهم أي حد يقدر يشتريها ويبيعها في البورصة مسؤولية المساهم عن ديون الشركة بتكون في حدود حصته فقط فلا يضمن المساهم ديون الشركة من ماله الخاص يعني لو الشركة خسرت آخر المساهم أنه يخسر الأسهم بتاعته لزيادة ولأقل تتسم شركات المساهمة أيضا بضخامة رأس المال الأمر الذي يجعلها أهل لإنجاز المشروعات الكبيرة والضخمة وطبعا لازم يكون لشركة المساهمة مراخب حسابات مش معقولة شركة بالحجم ده والرأس المال ده ما يكونش لها مراخب حسابات اسم الشركة أيضا يجب أن يكون مشتق من نشاطها مشفوع بشين مين أي شركة مساهمة هنا مش لازم نحط اسم الشركة لأن الاعتبار الشخصي مش مهم في هذه الشركة زي ما قلنا وعلى فكرة شركات المساهمة بتكون على نوعين فيه شركات مساهمة عامة ودي اللي بتطرح الأسهم بتاعتها للاكتتاب العام يعني أي حد ممكن يشتري السهم بتاعها وفيه شركات مساهمة خاصة ودي اللي بتطرح الأسهم بتاعتها لأشخاص معينة بس هما اللي يقدروا يشتروها ولكل نوع من هذه الشركات أحكمها الخاصة ورأس مالها المحدد الذي يجب أن تنشأ به وبيدير شركات المساهمة مجلس إدارة منتخب لا يجوز أن يقل عدد أعضاؤه عن ثلاثة بيتم انتخابه مع طريق الجمعية العمومية للشركة والجمعية العمومية للشركة بتتكون من جميع حملة الأسهم ودول بيجتمعوا مع بعضهم البعض لأول مرة في اجتماع اسمه الاجتماع التأسيسي للشركة ومن بعدها بيجتمعوا مرة كل سنة في اجتماع اسمه اجتماع الجمعية العمومية العادية ومن الممكن كمان أنه هما يجتمعوا مع بعضهم البعض بناء على طلب مجلس الإدارة وده في الحالات الاستثنائية اللي بتظهر فيها المشاكل بتواجه الإدارة وبيكونوا محتاجين فيها القرار قولولي بقى عقد تأسيس شركات المساهمة يجب أن يشمل عنوان المقر أسماء المؤسسين نشاط الشركة والغرض منها ولا جميع مصابق مستني إجابتكم في الكومنتر وهنا في فيديو عن شركة المحصة وهنا في بلايليست كاملة عن قانون الشركات قولولي لو فيها أي حاجة ناصر سلام واشوفكم على خير